السلام عليكم طلاب اليوم محاضرتنا التحلل المائي أو التعين الماء يتأين الماء من المعروف أن الماء متكون من جزيات قد جزيئة متكونة أو ناتجة من اتحال ذرتين الهايدروجين مع ذرة من الأكسجين حتى يتم تأيونه وتحلل إلى الآيونات الأساسية أو الذرات الأساسية هي الآيونات لدينا ايون الهايدروجين زائد ايون الهيدروكسي حتى نطبق قانون ثابت التوازن حتى نطبق القانون ثابت التوازن للماء can be water can be right حتى رح نكتب بالصيغة التالية كتابتها رح يكون ثابت قانون فعل القتلة أو قانون ثابت التوازن أو ثابت تحلل الماء يساوي أنه تراكيز المواد المتفاعلة على تراكيز الحفل النواتج على تراكيز المواد المتفاعلة تراكيز حاصل ضرب تراكيز المواد الناتجة على حاصل ضرب تراكيز المواد المتفاعلة بما أنه أنا عندي تراكيز المواد المتفاعلة هي حاصل ضرب العيون الهايدروجين مع عيون الهيدروكسيد على جزيئات الماء أو تركيز الماء حاصل ضرب ثابت في تركيز الماء يساوين حاصل ضرب طرفين في الوسطين يساوين حاصل ضرب التركيز الهيدروجين في تركيز الهيدروكسيل وحاصل ضرب قيمة ثابتة في تركيز ثابت الماء بيور او نقي رح يساوين كي دابليو اذا كي دابليو يساوين ثابت تفكك او تأيون الماء ويساوين الهيدروجين في تركيز الهيدروكسيل هذا القانون الاساسي اللي رح نستخدمه هو كي دابليو يساوين تركيز الهيدروجين في تركيز الهيدروكسيل الماء النقيب وعند درجة حرارة ثابت التوازن للبيور ووتر كونتان للماء النقي البيور نقي يعني يعني كثافته أقل من الواحد يعني نقي مئة بالمئة فعند درجة حرارة الغرفة خمسة وعشرين سنتجريد رح يساوينا تركيز الهيدروجين واحد في عشرة للأس ناقص سبعة وتركيز الهيدروكسيل واحد في عشرة للأس ناقص سبعة فعدنا من المعروف رياضيا بتضرب شصير طلاب الأساس تجمع الأساس فضربنا واحد في عشرة واحد في عشرة نفس القيمة سوينا واحد في عشرة تجمع الأساس طلاب لفوق ناقص سبعة ناقص سبعة كيف يساوينا يساوينا ناقص أربوط عش هذا إذن كي دبلو شراح يساوي لي راح يساوي لي واحد في عشرة للأس ناقص أربوط عش ناخد مثال طلاب مثال الأول عدنا محلول صليوش هاز أن يحتوينا على تركيز الهايدروجين مقدار قد يساوينا ثلاثة بوينت خمسة وسبعين في عشرة للأس ناقص أربعة طلاب هذه في عشرة للأس ناقص أربعة مو عشرة ناقص أربعة لا في عشرة للأس يعني مرفوعة للأس ناقص أربعة مطلوب إحسب تركيز الهيدروكسي عدنا قانون ثابت ثابت تفاكوك الماشي يساوينا حاصل ضرب تركيز الهايدروجين في تركيز الهيدروكسي وبنفس الوقت يساوينا واحد في عشرة للأس ناقص أربع أطعش نعود عن قيمة تركيز الهايدروجين يساوينا ثلاثة بوينت خمسة وسبعين في عشرة للأس ناقص أربعة نقسم عشرة واحد في عشرة للأس ناقص أربعة عشرة على ثلاثة بوينت خمسة وسبعين في عشرة أس ناقص أربعة يساوينا تركيز الهيدروكسي ويساوينا اثنين بوينت سبعة ستة سبعة في عشرة للأس ناقص تحش سؤال لاخن طلاب نفس الشيء المطلوب احسب لي what is the concentration of هايدروجين ايون ما هو تركيز الهيون الهايدروجين اللي تركيز محلولة القاعدة solution 0.1 مولاري صوديوم هيدروكسايد لو نباول المادة المادة شنه طلاب صوديوم هيدروكسايد صوديوم هيدروكسايد اشتعت باهي هاي شنه المادة قاعدية مادة قاعدية إذا نش نستخدم من عدها نحسب هنان ايون الهيدروكسيل وليس ايون شنه الهايدروجين ايون الهيدروكسيل ايون الهيدروكسيل اش راح يساوينا عنا طاب التفكك الماي يساوينا الهيدروكسيل زائد فيه تركيز الهايدروجين نعاو تركيز الماي كي داب اليوق إنه واحد في عشر أس ناقص أربو طعيش تركيز الهيدروكسيل اش قدي هنان طلاب مين احسب من تركيز القاعد تركيز القاعد على عشر للأس ناقص واحد يساوينا تركيز الهايدروجين عشر للأس ناقص 13 هناك هناك اخذنا ثابت تفكك الماء أو تعيون رح ناخذ الدور موضوع جديد أو ندخل هو الهيدروجين 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 قيمة الهيدروجين الهيدروجين هو مصطلح عن حوامض أو القواعد القوية the pH يمثل الهيدروجين ايون concentration in solution يمثل كدليل للوسط الحامض العفو تركيز الهيدروجين أو ما يمثل الهيدروجين للمحلول أو تركيز الهيدروجين بالمحلول ال-pH نقدر نعرفها may be divine as the negative logarithm of the hydrogen ion concentration ايضا يمكن نعرفها على انه ال-pH يساو ناخذ لغارتم تركيز الهيدروجين اذا نشرح ال-pH يساو ناخذ لغارتم تركيز الهيدروجين وال-pH يساو ناخذ لغارتم تركيز ال-OH الهيدروجين وبنفس الوقت عدنا قانون طلاب العرفة انه ال-pH زائد وليس فيه زائد pOH يساو 14 اي قيمة اريد نحولها من تركيز الى رقم p فناخذ لغارتم مالتا هاي اخذوها قاعد ادنا مثال محلول هاز solution هاز يملك تركيز الهيدروجين 2.43 ثلاثة في عشر الوس ناقص خمسة مولاري المطلوب احسيب لل-pH و-pOH رأسا نروح لل-pH الهايدروجين تركيز الهايدروجين شي ساوين ال-pH شي ساوين ناقص لغارتم تركيز الهايدروجين نقول هنا ناقص لغارتم 2.45 في عشر الوس خمسة ندخل لغارتم نضرب الوس بمن باللغارتم وناخذ اللغارتم 2.43 يساوي 4.61 هذا المقدار الاخير وذن قواني اللغارتمات تتعرفوها طلاب عساسيات يعني اذا كان عندنا حاصل ضرب ضرب هين نجمع حاصل قسمت هين نضرب نضرب الوس ينضرب باللغارتم اذا عندي وهكذا واللغارتم عندكم تاخدو بالحاسب فال-pH نرجع للقانون PS زاعد POH يساوي 14 اذا POH يساوي 14 ناقص PH و يساوي 14 ناقص 4 point 6 1 و يساوي 9 point 3 9 ها يتمثل ال-P-O-H اذا طلعنا من هذا السؤال PH وال-P-O-H هذه مجموعة من الأمثلة طلاب أريدك أنت تحلها بيدك وتتعلم وتعود نفسك أنه محلول محلول أو مادة أعطتنا POH إلى 5 point 2 بي احسب لي تركيز ال-OH وتركيز ال-P-H من القوانين اللي خدناها سابق السؤال اللي بعد أيضا محلول طلعنا تركيز ال-H وليس ال-P-O-H تركيز ال-H وشي يريد يريد تركيز ال-H ويريد ال-P-H وال-P-O-H سؤال الثالث يقول لك هنا محلول تركيز ال-H بي ديليو السليوشن المن لسلفاريق أسيد حامض الكبريتيك يساوي ال-2 في عشرة للأس ناقص خمسة مولاري المطلوب What is PH and POH سؤال اللي بعد طلاق إهنا What is concentration of hydrogen ion in solution of PH يساوي 4.3 ناطينا ال-PH وريد تركيز ال-hydrogen عدنا قانون طلاق تركيز ال-hydrogen سيساوينا يساوينا عشرة للأس ناقص PH عشرة للأس ناقص PH نعهض عن PH بناقص 4.3 راش راح نسوي هنا رياضيا طلاق تابوزيا راح نضيف سالب واحد المن للعدد الصحيح الموجود بالرقم المرفوع ونضيف زائد واحد للكسر العشري تبدو زيانا عيدا مرة ثانية نضيف ناقص واحد للعدد الصحيح للرقم الموجود ونضيف زائد واحد المن للكسر المتبقي من الرقم يعني شنوع ناسا مثل ما ضيفت الكوميا ناقص واحد ناقص أربعة هذا العدد الصحيح ضيفنا الدور زائد واحد وهي بالأساس أكون ناقص على ناقص للكسر للكسر قد بقى من عندي أو بوينت ثلاثة نكمل ناقص واحد ناقص أربعة سوى ناقص خمس زائد أو بوينت سبعة ناقص 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 زائد واحد ناقص أو بوينت ثلاث فشي مثل جهنا يمثلك أو بوينت سبعة نجز طلاب شراح يصير راح يصير التركيز الهايدروجين شي يساوينا يساوينا عشرة للأس ناقص خمسة في شنو في عشرة للأس زائد أو بوينت سبعة فش راح ننسوي راح ناخذ مقلوب ننزل عشرة للأس ناقص خمسة نفسها شبقى عندي بقى عشرة للأس أو بوينت زائد أو بوينت سبعة ناخذ مقلوب اللغارتم مالتا مقلوب اللغارتم مقلوب الرغارتم لي أو بوينت سبعة يساوي لي خمسة بوينت أو واحد قدنا وراء البي سؤال اللي بعد هم على البي اج أو نعطينا قيمة البي اج لمحلول خمسة بوينت اثنين تسعة المطلوب يسيب للبي او اج راسل بما انه قايل لغ يسيب للبي او اج اطبق القانون الأول القانون الأول يساوي البي اج زائد بي او اج يساوي البي او اج يساوي 14 ناغ 0 8 الشطر الثاني بعد يريد ايون الهايدروجين concentration والهيدروكسيد concentration يريد تركيز كل واحد على حد شين نساوي نقول احنا انه التركيز الهايدروجين شي يساوي يساوي عشرة للأس ناقص بي اج تركيز الهايدروجين يساوي عشرة للأس ناقص بي اج ننزل الرقم طلاب ناقص خمسة بوين تسعة تنية بدل البي اج مع الاشارة ناقص شي ساوي ننضيف ناقص واحد المين ناقص خمسة نضيف زاحد واحد المين لأو بوين تسعة تنية فناقص واحد ناقص خمسة يساوي ناقص ستة تنزل وناقص زاعد واحد ناقص او بوين تسعة ثنيا شي ساوينا يساوينا او بوين او ايت ثمانية ناقص راح نقول راح ننزل ما اخذ مقلوب اللغارتم لعشرة عفو 0.08 مقلوب اللغارتم ل 0.08 شكادي راح يساوي واحد بوين اثنين في عشرة للعوس جيد ناقص الورا يأما نطبق قانون تفقق المال او او تحلم او شو نستخدم نستخدم النهم التركيز الو اش يساوينا عشرة للعوس ناقص بي او اتش ونطبق نفس الفقرة اللي طبقناها عن بي اتش يعني شو نقول تركيز الو اتش يساوينا عشرة للعوس ناقص بي او اتش وننزل بي او اتش ونجري العمليات نضيف زائد ناقص واحد وزائد واحد ونطرح وناخذ المقلوب اللغار ونكمل او انه نستخدم ثابت تفك كل ما القانون شو يساوينا يساوينا كي دبليو يساوينا واحد في عشرة الاس ناقص اربو طاعش يساوي تركيز الهيدروجين تركيز الهيدروكسين نعوذ كل واحدة على حدة نعوذ انه واحد في عشرة للأوس ناقص اربو طاعش تركيز الهيدروجين عندنا واحد في عشرة عفو واحد بوينت اثنين في عشرة للأوس اقسم واحد في عشرة للأوس ناقص اربو طاعش ثلاثة في عشرة للأوس ناقص تسعة وهنا انتهت محاضرتنا وشكرا ودي حسن اصغعكم وان شاء الله هذا السبوع اتكون امتحان طلاب هذا السبوع يوم هذا السبوع كويس بالمادة كلها وشكرا لحسن اصغعكم